السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس منهج كيميا واحد درسنا اليوم إن شاء الله سوف يكون بعنوان أنواع التفاعلات في المحاليل التفاعلات التي تكون غازات بعد أن تعرفنا في السابق على التفاعلات التي تكون ماء والتفاعلات التي تكون راسب اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على التفاعلات التي تكون غازات في الدرس السابق يا شباب أخذنا واجب على درس التفاعلات التي تكون ماء اكتب معادلات كيميائية رمزية موزونة وآيونية كاملة وآيونية نهائية للتفاعلات بين المواد الآتية التي تنتج ماء تدريب رقم 48 تحفيز عند خلط حمض البنزويك حمض البنزويك معتلك رمزة اللي هو أو صيغته C6H5COOH وهيدروكسيد المغنيسيوم يتكون ماء ومنزوات المغنيسيوم يتكون ماء ومنزوات المغنيسيوم في الحالة هذه المطلوب منك ايش يا شباب مطلوب منك معادلة كيميائية اول شيء معادلة كيميائية رمزية للتفاعل مين تفاعل حمض البنزويك مع هيدروكسيد المغنيسيوم حمض البنزويك يا شباب هو معطيك ايها اللي رمزه C6 أو صيغة C6H5COOH لاحظ انه هنا معطيك على شكل ايش ذائب على شكل ذائب زائد ايش؟ زائد هيدروكسيد المغنيسيوم هيدروكسيد المغنيسيوم Mg OH الكل 2 هيدروكسيد رمزه OH والمغنيسيوم رمزه Mg لجل كده وجدنا الصيغة اللي هي هيدروكسيد الصوديوم كذلك ايش؟ ذائب انتج عندي ايش؟ يتكون عندي ما وبنزوات المغنيسيوم البنزوات المغنيسيوم هذا مجي سي سكس اتش فايف سي او او و الكل تو زائد ايش يا شباب لاحظوا انه هنا كذلك ذائب زائد ايش زائد اتش تو او اتش تو او ليش قلنا اتش تو او لانه تفاعل عندي هنا تفاعل يكون ايش يكون ما تفاعل تكون ما في الحالة هذه قبل لا نروح للمعادلة الايونية الكاملة لابد ان نوزن المعادلة لابد ان نوزن المعادلة وزن المعادلة حين نتعرفنا على وزن المعادلة وتمرصنا على وزن المعادلة بشكل كبير وعندنا مفاتيح للحلول زي ما ذكرنا لوزن المعادلة في وزن المعادلة لو تلاحظ يا شباب انه البنزوك هنا عبارة عن ايش يا شباب عبارة عن درتين او درتين كلهم هنا عبارة عن درتين وهنا عبارة عن ايش درة واحدة من هذا الحمض بالتالي ايش بيصير نضع اثنين أمام مين؟ أمام حمض البنزوك نضع اثنين أمام حمض البنزوك لأن الاثنين هذه نفس الاثنين اللي على اليسارة اللي هي حمض البنزوك بعد ذلك إيش بيصير؟ بعد ذلك لاحظوا أنه كذلك أنه المغنيسوم عندي هنا واحد وعنده هنا واحد لكن الـ OH هنا 2 أوزنها عن طريق وضع اثنين في الـ H2O ولاحظوا أن المعادلة بتكون عندك موزونة بشكل كامل هذا بالنسبة ليش؟ للمعادلة الكيميائية الرمزية الموزونة بعد ذلك المعادلة الايونية الكاملة المعادلة الايونية الكاملة بمعنى أنه المواد الزائبة نحاول أنه نفككها نحاول أنه نفككها طيب كيف نفككها؟ كل مادة بجنبها AQ نفككها بمعنى أنه C6H5COOH اللي هو حمض البنزوك AQ معناتها ذائب معناتها أنه راح يتفكك هيدروكسيد الماغنيسيوم MgOH لكلته ذائب معناتها أنه راح يتفكك الماغنيسيوم عندي هنا أو يتكون منزوات الماغنيسيوم منزوات الماغنيسيوم ذائب أي نعم ذائب راح يتفكك الماء عندي هنا لاحظ أنه لكود لا يتفكك إذن في الحالة هذه سوف تكون المعادلة الآيونية بهذا الشكل لاحظ أنه 2 هذه تدخل معنا في تفكك المعادلة الآيونية 2C6H5COOH هذا المين شحنته سالبة اللي هو مين؟ اللي هو البنزوات زائد H البنزوات راح يتفكك إلى أو حمض البنزوك راح يتفكك إلى بنزوات وH وهيدروجين شحنته سالبة وهنا شحنتها موجبة كذلك هيدروكسيد الماغنيسيوم راح يتفكك إلى أيون الماغنيسيوم والهيدروكسيد مجموعة الهيدروكسيد لاحظوا أنه لدي هنا الاثنين فبالتالي نضربهم في H في اثنين هذا بالنسبة للمواد المتفاعلة المواد المتفاعلة بالنسبة للمواد الناتجة نفس الآلية نفس الآلية الامجي عندي هنا C6H5COOH لاحظوا أنه بجنبهم اثنين صح؟ إذن في الحالة هذه نضع الاثنين أمام البنزوك شحنته سالبة زائد الماغنيسيوم زائد الماغنيسيوم اللي هو آيون الماغنيسيوم لأنه ذائب وتحول إلى آيون زائد أيش؟ زائد 2H2O نضعهم زي ما هم ليش؟ لأنهم ليسوا ذائبين فكل هذول اللي متفككوا عندي عبارة عن أيش؟ عبارة عن معادلة آيونية والآيونات هذه الذائبة في الماء بعد ذلك في الخطوة اللي بعدها الآيون المتفرج نشوف الآيون المتفرج بمعنى الآيون اللي داخل في التفاعل والخارج منه بدون ما يشارك في المعادلة إذن في الحالة هذه سوف تكون عندي آيونات متفرجة أول شيء اللي هو البنزوات لاحظوا أن البنزوات داخل في التفاعل في المواد المتفاعلة وخارج منه زي ما هم كذلك إيش بعد عندي هنا يا شباب؟ بعد عندي الماغنيسيوم الماغنيسيوم داخل في التفاعل وخارج من التفاعل بنفس ما كان يتبقى عندي إيش؟ يتبقى عندي الهيدروجين ويتبقى عندي الهيدروكسيد ويتبقى عندي إيش؟ الماء ومن خلال ومن بعد ما حذفنا الآيون المتفرج بتتكون عندي إيش؟ معادلة إيونية إيش؟ نهائية معادلة إيونية نهائية اللي هي الـ H موجب مع الـ OH سالب ينتج إيش؟ H2O هنا عندي ثنين وعندي هنا ثنين وعندي هنا ثنين نحاول نبسطهم الأبسط قيمة اللي هو أيون هيدروجين مع أيون هيدروكسيد ينتج عندي إيش جزء الماء هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة لتفاعلات تكون إيش تفاعلات تكون ما أو حل الواجب للدرس السابق في درسنا اليوم إن شاء الله سوف نحقق الهداف اللي هو درس تفاعل تكون غاز سوف نحقق الهدف كيف تتوقع ما إذا كانت التفاعلات في المحاليل المائية ستؤدي إلى إنتاج راسب أو ماء أو غاز هنا راح تؤدي إلى إنتاج غاز بحكم أن درسنا تفاعل تكون غاز وحن نعارفين يا شاب أن المحال المائية لدينا ثلاثة أنواع إما تفاعل تكون راسب أو تفاعل تكون ماء أو تفاعل تكون إيش؟ تفاعل تكون غاز وحن نعارفين يا شاب أن التفاعلات المحال المائية جميعها تصنف على أنها إيش؟ تفاعل إحلال مزدوج تفاعلات إحلال مزدوج في تفاعل يكون الناتج غاز هذا الغاز لا بد أن ينتج هذا النوع من التفاعلات الإحلال المزدوج تكوين غازات الغازات المقصود فيها هنا أي شيء يا شباب الغاز الأول الـ H2S اللي هو كبريتيد الهيدروجين كبريتيد الهيدروجين الرمزة H2S بعد ذلك سيانيد الهيدروجين الرمزة HCN وأخيراً غاز ثاني يكسيد الكربون الرمزة CO2 إذن في الحالة هذه إذا ناتج عندك أحد الغازات هذه فإنه راح يكون التفاعل أو نوع التفاعل عندي تفاعل تكون تفاعل تكون غاز تفاعل تكون غاز إذا أنتج عندي كبريتيد الهيدروجين أو سيانيد الهيدروجين أو ثاني يكسيد الكربون فإنه الناتج راح يكون تفاعل تكون غاز لو كان لدينا تفاعل ما بين حمض الخل CH3 COOH مع النا HCO3 الصلبة التي هي بيكاربونات السوديوم أنتج عندي CH3 COO Na الزائدة غاز ثاني يكسيد الكربون زائدة و لديك التفاعل بهذا الشكل وضعنا الحمض الخل مع كمية قليلة من بيكاربونات السوديوم أدى إلى إنتاج إيش إلى إنتاج غاز في الحالة هذه ما يمنع أنه حتى نجري التجربة أمامك التجربة هذه سهلة وبسيطة التجربة هذه ممكن تعملها حتى أنت في البيت بأشياء بسيطة جدا تحاول أنك على قد ما تقدر تسويها حتى تتمكن بمعرفة إيش تفاعل تكون غاز لو كان لدينا أو دوعة التجربة يا شباب بكاربونات السوديوم موجودة في البيت وحمض الخل والقمع وعفوا الدورق اللي هو الكونيك الفلاسك والقمع وبالونة وبالونة بإمكانك أنك تجريها في إيش في كاس عادي لكن حنا وضعناها ليش لأسباب نذكرها بعد شوي أول شيء يش نسوي نضع كمية قليلة من إيش نضع كمية قليلة من الخل نضع كمية قليلة من الخل كمية قليلة من إيش من الخل وضعناهم بعد ذلك نضع كمية قليلة من إيش من بيكاربونات السوديوم بيكاربونات السوديوم حنا أساسا وضعناها جوات جوات البالونة حتى نتمكن من إيش حتى نتمكن من معرفتها حتى نتمكن من إيش من معرفتها إذن وضعنا كمية قليلة من إيش من بيكاربونات السوديوم جوات البالونة بعد ذلك ماذا نفعل نضع فوهة البالونة مع فوهة مين مع فوهة القم مع فوهة القم بإمكانك أن أجريها بإيش يا شباب أجريها بكأس عادي لكن مع الكأس العادي لا أستطيع أني ألاحظ إيش ألاحظ الغاز بالتالي وضعناه في البالونة وضعناه في البالونة كمية قليلة من إيش من بيكاربونات السوديوم حتى يتبين عندي الانتفاخ الموجود عندي في البالونة وهذا الانتفاخ ناتج بيكون إيش يا شباب لاحظ مع التجربة أول شي الوضع كمية قليلة من بيكاربونات السوديوم ونحرككم مع بعض لاحظ البالونة عندي إيش فيها البالونة راح تنتفخ البالونة سبب انتفخ البالونة إيش يا شباب هو تصاعد غاز كذلك لاحظ أنه في فوران عندي موجود هنا في القمع أو عفوا في الدورة لاحظ أنه هذا الفوران أدى لإنتاج كذلك إيش إلى تصاعد الغاز تصاعد الغاز والغاز هذا هو السبب الذي يجعل إيش البالونة تنتفخ فهذا المثال هو مثال على إيش على تفاعل تكون غاز هذا الغاز لاحظ كلما وضعته كمية بسيطة أو كمية معينة راح تكون عندك إيش الغاز على حسب الكمية اللي أنت تضعها سواء كان كمية البيكربونات أو كمية الخل واضح يا شباب هذه التجربة تثبت أنه في عندي تفاعل تكون غاز ما بين مين ما بين بيكربونات السوديوم ومين وحمض الخل وحمض الخل لدينا تفاعل آخر ما بين حمض الهيدرو كلوريك اللي صيغته HCl ومحلول كبريتيد السوديوم اللي صيغته Na2S يحدث تفاعل إحلال مزدوج الآن بيّن لك أن نوع التفاعل عندي تفاعل إحلال مزدوج تفاعل إحلال مزدوج إما غاز أو راسب أو ما هنا بيّن لك ناتج 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 غاز كبريتيد الهيدروجين ونحن نعرف أن التفاعلات تكون غاز أما كبريتيد الهيدروجين أو سيانيد الهيدروجين أو ثاني أكسيد الكربون هنا معطيك الصيغة ومعطيك الاسم ال-H2S ال-H2S والناتج كذلك إيش اللي مع كبريتيد الهيدروجين اللي هو محلول إيش كلوريد السوديم محلول كلوريد السوديم هذه معادلة التفاعل هذه معادلة التفاعل لاحظ أن ال-HCl صيغة مين؟ صيغة حمض الهيدروجين أو كلوريد الهيدروجين كذلك لاحظ أنه معطيك إيش؟ معطيك محلول محلول معناته ذائب في الماء ذائب في الماء الأكوس زائد إيش ال-N-A2S هذه صيغة مين؟ صيغة كبريتيد السوديم الكبريت رمزه S والسوديم رمزه إيش ن-A كون عندي إيش؟ كبريتيد الهيدروجين كذلك إيش؟ محلول معناته ذائب هذا بالنسبة للمتفاعلات بالنسبة للمتفاعلات النواتج كيف تتشكل النواتج؟ النواتج معطيك إياهن وينتج ولاحظوا أنه حلال مزدوج والحلال المزدوج عبارة عن إيش؟ عبارة ال-H مع ال-S وال-N-A ياخذ مين؟ ياخذ السيل ال-N-A ياخذ السيل لاحظوا الناتج عندي إيش؟ ال-H2S على شكل إيش؟ على شكل غاز فهن المعادلة عندك أساساً لفظية هن تحولها إلى رمزية ذكر لك أنه غاز معناته أنه ال-H2S غاز إذا النوع التفاعل اللي عندي في هذا المعادلة تفاعل تكون غاز زايد إيش؟ زايداً محلول كلوريد الصوديوم كلوريد الصوديوم ال-N-A اللي هو الصوديوم وال-C-L اللي هو الكلور لاحظوا أنه قال لك محلول معناته ذائب في الماء هذا بالنسبة لمين؟ لمعادلة التفاعل معادلة التفاعل ما بين حمض الهيدروكلوريك ومحلول كبريتيت الهيدروجين محلول كبريتيت الهيدروجين الخطوة اللي بعدها يا شباب الخطوة اللي بعدها اللي هي وزن المعادلة اللي هي وزن المعادلة وزن المعادلة لاحظوا يا شباب أنه وزن المعادلة اللي عندي نبدأ بإيش؟ بذرات العناصر الفريدة أو مفاتيح الحل لاحظوا أنه عندي الصوديوم عندي هنا 2 وعندي هنا 1 بالتالي أضعه 2 قدام مين؟ قدام ال-N-A ال-N-A-C-L ال-N-A-C-L الهيدروجين كم عندي هنا يا شباب؟ الهيدروجين عندي واحد وعندي هنا 2 عندي هنا 2 معنات ما أفعله؟ معنات أضع هنا 2 معنات أضع هنا 2 لماذا وضعت هنا 2؟ لأنه أساساً لما وضعت الـ 2 هذه لل-N-A-C-L تحول ذرة الصوديوم إلى ذرتين وكلور إلى ذرتين بالتالي أنا أضعهم هنا على شكل إيش؟ على شكل 2 على شكل 2 وبكذا أنا وزنت المعادلة وبكذا أنا وزنت المعادلة الآن لديك معادلة كيميائية كاملة المطلوب منك موزونة المطلوب منك إيش؟ المطلوب منك تحللها وتحولها إلى معادلة أيونية كاملة معادلة أيونية كاملة وحن نعارفين المعادلة الأيونية الكاملة إيش نسوي؟ المحاليل نفككهم المحاليل نفككهم تعالي نشوف الآن أنا عند الـ HCL وش حالة الفيزيائية؟ إكوس معناه يتفكك كبريتيد السوديوم يتفكك ليش يتفكك؟ لأنه إكوس الـ H2S الـ H2S غاز نتركه زي ما هو ما نعدل فيه شيء الـ N-ACL كلوريد السوديوم كلوريد السوديوم إكوس معناه نفككهم ستفكك إلى إيش؟ إلى آيونات إلى آيونات لاحظ أنه الـ HCL لاحظ أن الـ H تضرب في الـ H وتضرب في الـ CL وتضرب في إيش؟ في الـ CL لجل كذا لما نجينا فككناهم الـ H موجب إلى آيون الهيدروجين والـ 2-CL سالب اللي هو آيون الكلوريد زاعدا إيش؟ زاعد الـ NA2S ذاعب نفككهم إلى آيون سوديوم وآيون كبريت الصوديوم شحنته موجب واحد والكبريت شحنته سالب اثنين شحنته سالب اثنين ينتج إيش؟ ينتج الـ H2S الـ H2S حالته غاز نتركه زي ما هو نروح للمين؟ للـ 2-NACL ذاعب نفككهم يتحول إلى آيون السوديوم زايدا إيش؟ آيون الكلوريد الذائب هذا بالنسبة إيش؟ للمعادلة الكيميائية الآيونية المعادلة الآيونية الكاملة المعادلة الآيونية الكاملة بعد ذلك نتمرسنا على معرفتنا للمعادلة الآيونية وقلنا الخطوة اللي بعدها إيش نسوي يا شباب؟ نحذف الآيون المتفرج مين الآيونات المتفرجة عندي هنا؟ لاحظ أنه عندي هنا الـ H موجب في المتفاعل هل موجود عندي هنا مواجب في النواتج؟ لا إذن نضعه زي ما هو الـ 2Cl- هل موجود عندي في المتفاعلات وموجود عندي في النواتج أي نعم موجود عندي في النواتج إذن يكون أيون متفرج الصوديوم عفوا الصوديوم 2NA موجب موجود عندي في المتفاعلات وموجود كذلك عندي في النواتج بالتالي يصير أيون متفرج الكبريت أيون الكبريت هل موجود عندي في المتفاعلات هل موجود عندي في النواتج هي موجود بس أنه متحد مع الـ H إذن في الحالة نضعه زي ما هو إذن الأيون متفرج عندي هنا الكلور والسوديوم والكلور والسوديوم إيش نسوي؟ نحذفهم لأنه أصبح أيون متفرج بعد ذلك آخر شيء نكتب المعادلة مثل ما هي الـ 2H موجب اللي هو أساساً موجود هنا وأصبح أيون غير متفرج وهنا الكبريت ما استثنينا لأنه ليس أيون متفرج نتج عندي إيش؟ غاز كبريتيد الهيدروجين اللي رمزه H2S هذه بالنسبة إيش؟ بالنسبة لناتج التفاعل ما بين حمض الهيدروكلوريك ومحلول كبريتيد الصوديوم ومحلول كبريتيد الصوديوم وجدنا معادلة التفاعل ووزناها وبعد ذلك وجدنا المعادلة الأيونية الكاملة واستثنينا بعد ذلك الأيون المتفرج وآخر شيء وجدنا المعادلة الأيونية النهائية لهذا التفاعل لدينا تفاعل آخر ما بين حمض الهيدروبروميك لسيغة HBR مع محلول كربونات الأمونيوم لتكوين غاز ثاني أكسيد الكربون والماء وبروميد الأمونيوم وبروميد الأمونيوم هذه معادلة التفاعل ما بين مين؟ ما بين اله بي آر سيغة مين اله بي آر؟ حمض الهيدروبروميك كذلك عندي إيش؟ محلول كربونات الأمونيوم هذا الرمز الأمونيوم الـ NH4 والكربونات سيغتها CO3 CO3 إذن كربونات الأمونيوم لاحظوا أنه التفاعل عندي تفاعل إيش بيكون؟ تفاعل إحلال مزدوج تفاعل إحلال مزدوج إذن في الحالة هذه سوف يكون عندي إيش يا شباب؟ لتكوين غاز ثاني أكسيد الكربون والماء وين غاز ثاني أكسيد الكربون؟ هذا هو غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 والماء هنا قال لك ثاني أكسيد الكربون والماء هل لو ذكرت أنه ثاني أكسيد الكربون هنا والماء هنا تفرق؟ بمعنى هل لو بدلت بينهم بيكون عندي إيش كاليف المعادلة؟ لا أهم شيء أنه الناتج صحيح بدلت ما بين الكربون والهيدروجين والأكسجين وما إلى ذلك لابد أن الناتج يكون صحيح يعني هنا لو حطينا CO2 بدال H2O والH2O بدال CO2 إجابة صحيحة وإيش؟ وبروميد الأمونيوم بروميد الأمونيوم اللي سيغته NH4PR هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة لمعادلة التفاعل بالنسبة لمعادلة التفاعل الخطوة اللي بعدها إيش يا شباب؟ نوزن المعادلة وحنا تمرسنا على وزن المعادلة بشكل كبير بنشوف الوزن المعادلة النهائي بس يتضح لنا في بداية التفاعل أن المعادلة غير موزونة لأن الأمونيوم هنا عندي 2 وهنا عندي 1 وبالتالي نضع كم نضع 2 في البروميد الأمونيوم لأنه ناتج عندي هنا نضع أمامه 2 لما وضعت أمامه 2 البروميد تغير 2 هنا وفي البداية 1 فنضع أمامهم كم؟ 2 أمام الـ HBR فتكون المعادلة كالتالي 2HBR زايدا NH42CO3 ينتج عندي إيش؟ الـ H2O زايدا CO2 زايد 2NH4BR هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة لمعادلة التفاعل كذلك المعادلة الآيونية المعادلة الآيونية كيف أقدر أعملها واضحة وصحيحة أو واضحة وصريحة أمامي أنه هذا إكوس معناته أفككم وعندي هنا إكوس فإنه راح أفككم وعندي هنا ماء فأتركه زي ما هو والغاز أتركه زي ما هو وعندي هنا بروميد الأمونيوم ذائب بالتالي راح أفككم راح تكون عندي المعادلة الآيونية بهذا الشكل المعادلة الآيونية الكاملة بهذا الشكل والخطوة اللي بعدها نستثني الأيونات المتفرجة نستثني الأيونات المتفرجة الأيونات المتفرجة اللي موجودة أمامي اللي هي البي آر لاحظوا أن البي آر داخل في التفاعل وخارج من التفاعل بدون أن يشارك وكذلك مين اللي داخل عندي في التفاعل اللي هو الأمونيوم الأمونيوم هنا داخل في التفاعل وخارج منه بدون أن يشارك في النهاية راح أضع مين راح أضع أمامي معادلة التفاعل الأيونية اللي هو الـ H موجب زايداً CO3 سالب 2 ينتج عندي الـ H2O زايداً CO2 في حالة الغاز هذا بالنسبة لتفاعل حمض الهيدروبروميك مع محلول كربونات الأمونيوم أخيراً يا شباب الخلاصة أن الماء هو المذيب في المحالين المائية دائم أما المواد التي قد تذوب فيه فهي كثيرة وكذلك أن بعض المركبات الجزئية تكون أيونات عندما تذوب في الماء بينما يذوب الكثير من المركبات الأيونية في الماء وتنفصل أيوناتها وكذلك أن بعض المركبات الجزئية تكون أيونات عندما تذوب في الماء بينما تذوب الكثير من المركبات الأيونية في الماء وتنفصل أيوناتها وآخر شيء أن التفاعلات التي تحدث في المحلل المائية هي تفاعلات الإحلال المزدوج هذه كانت الخلاصة لجميع أنواع التفاعلات في المحلل المائية سواء كان راسب أو غاز أو ما إلى هنا انتهينا من درس التفاعلات التي تكون غاز أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته